طيب هناك جهات عديدة داخلية وخارجية ودولية تريد بقاء السيد الكاظمي أكثر لمستفيدين من هذه الفوضى هو السيد الكاظم حتى البعض يقول لو كان المستفيد من هذه الفوضى لماذا عقده يجتمع؟ لأن الأمور وصلت إلى مرحلة خطيرة وهناك جهات داخلية بشكل مباشر أو غير مباشر حملته مسؤولية ما يحدث في البلد ولا ننسى الضغط الشعبي بتظاهرات الخضراء التي أرادت أن تعبر أسوار الخضراء وكان هدفها السيد الكاظمي ورئاسة الحكومة كما أن جهات معينة دخلت إلى مجلس النواب كانت تظاهرات تريد أن تدخل إلى مجلس الوزراء لأنها ترى ومن حقها أن السيد الكاظم هو من تحمل مسؤولية وفعلا يعني معظم 99% من المشكلة السياسية الحالية هي سبب وجود السيد الكاظمي فهو يبحث عن ولاية ثانية ويبحث عن موطع قدم آخر لكن من الانتحار السياسي للإطار التنسيقي أن يجدد الكاظم حتى لو كان 6 شهر